الصورة اللي معانا النهاردة صورة للتاريخ صورة أثارت جدل كبير على الصحر ياضي اليومين اللي فات وكان الخبر الأهم في عالم كرة القدم صورة اللي شايفين إيه اللي هيكتب في نهاية الصورة في عالم كرة القدم وإنه كان لازم يعتزل بدل ما يقرر يعمل كده وفي اللي شايف لقى إنها عادي خطوة كويسة خصوصا المبلغ اللي أخدوه الصورة اللي معانا بتخص انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي لحد سنة 20-25 الحدث كان لكل عارفه بس كنا عمليين نكذب نفسنا ونقول لأ عمره ما هيحصل مستحيل كريستيانو ينهي مشواره بالطريقة دي بس مش عايز أقول للأسف يعني دلوقتي ده بفعلا بقى واقع واللي كنا شايفينه حلم اتحقق وكريستيانو رونالدو هيلعب دلوقتي في الدوري السعودي ما بقاش فيه دوري أبطال أوروبا ولا منافسة مع ميسي كل حاجة اتقفلت زي الدمنا لما بتتقفل فيعني مش عارفة بقى مبسوطة ولا زعل عارفة هي كرة القدم عمتها في العالم في آخر كم سنة تحولت يعني انتماءات الآن دي والحاجات المعانية اللي كانت موجودة قبل كده ما بقيتش موجودة وصفقة دي أميرة بالنسبة لكريستيانو ممكن تكون مربحة جدا يعني مادية هو دلوقتي مثلا يعني موضعي في حسابات تانية كتير مادية دلوقتي يا جماعة هو الأعلى أجرا في العالم 400 مليون يورو في سنتين في أخبار بتقول إن العقد فيه بند بيقول إنه ممكن يعار لنادي نيو كاسل الإنجليزي في حال إنه أنهى الموسم في مركز يؤهله لدوري أبطال أوروبا مع العلم إنه ملاك نادي النصر السعودي هم نفسهم ملاك نادي نيو كاسل فالموضوع بالنسبة له ما بقيتش قوي لإن لو بصينا هو كان قدامه حل من ثلاث حل أول حل إنه يعتذر كرة القدم وده صعب صعب على واحد حابب ينهي مسيرته وهو أسطورة زي ما هو ويكون مستوى كويس الحل التاني إنه هو يروح الدوري الأمريكي وده لإنه كان جاي له عرض من الدوري الأمريكي الحل التالت وهو نادي النصر نادي النصر بيوفره لكريستيانو كل حاجة هو ما يحتاجها وهيحتاجها فقرار ده يعني اقتصاديا لأنه عايز يكسر أرقام قياسية كتير لحد ما متزم في المرحلة اللي كريستيانو فيها دلوقت بالضبط هو أكيد طبعا حسبها كل الحسابات اللي أنت بتكلمي عليها ديا هندو الحقيقة يعني لازم نحيي كل القائمين على كرة القدم في المملكة العربية السعودية الفلوس اللي دفعوها في الصفقة وكل اللي عملوه هم ما بيرموش فلوسهم على الأرض نادي النصر ما تعقدش معلاء بكرة عادي هم تعقدوا مع سفير عالمي على أرضها عشان يعززوا أهداف تسويقية تانية مختلفة خالص مش بس لناديهم لا للكرة الأسيوية كلها رونالدو هو الأكثر المتابعة لسوشيال ميديا كلها الأكثر بحثا على بوجل في التاريخ سفير لعلامات تجارية كبيرة جدا فكريستيانو بالنسبة لهم سفير للبلد وهيفدهم في خططهم لسنة عشرين وعشرين يعني زي بزبط الترشح لتنظيم كاس العالم عشرين وثلاثين وصلهم دلوقتي 100 مليون زائر في الموضوع ده أكبر يعني من فكرة تعاقد مع أي لعب أسطوري الموضوع لأبعاد تانية كتير يعني زي ما احنا شايفينهو لحظة وصوله لحظة وصوله في السعودية يعني فرحة والله برضو يعني فرحة مش عارفة تفرحي منين فيه عارفة زي ما انت قلت تحية كبيرة جدا للمملكة العربية السعودية على زكائها في الموركتنج كريستيانو ورونالدو لو عايزة تنزلي عنده ستوري على انستجرام أو بوستر بتدفعي حوالي 2.4 مليون دولار فلو هم كريستيانو ورونالدو لو قاعد بيتغدى في مطعم هناك وصور الغدا ده برقم الأرقام اللي ادفعت يا جمعا للناس عمالها تقوله ولينا دي النصر دفع الأرقام دي لا الأرقام دي يقلب كتير من اللي السعودية تستفيدوا لوجود كريستيانو ورونالدو أسكية جدا صح دي حقيقة دي حقيقة وإحنا مهم نشوفه ومهم والمهم عندي ما يعتذلش دي على فكرة ده ده بالنسبة لي كانت بانا عكسك لا مهم نشوفه ونستمتع به